والإيمان عن احتواء مشاكل الناس كيف يعني تسمع مشاكل الناس يقول لي أنت عبارة عن فلتر تسمع المشكلة تحاول أن تخرج الناس بصفاء بلا مشكلة فقال أنت من يسمع مشاكلك يا أخي ما أدري أثرت الكلمة هذه والله العظيم أثرت بي جدا أنت من يسمع أنت من يسمعك إذا أنت أكيد عندك مشاكل من يسمع لك أنت تسمع لي جنيب أنت تسمع للمخرج والله تأثرت ضربتني فسؤاله لصديقي أمس صديقي سؤاله لي من يسمع مشاكلك حفزتني لحلقة اليوم إذا استوطنت السهام قلبك جعلتني فعلا فعلا أبحر بها صديقي العزيز أخت الفاضلة أنا على يقين تام وكنت تكلمت من قبل في عام 2008 قلت الحياة تقوم على ثلاث قواعد إياك أن تنساها احفظها وخذها وتأملها قاعدة في ذهنك لا راح في الدنيا ولا سلام من الناس ولا نجا من الموت هذه الثلاث قواعد جعلها في ذهنك دائما إياك أن تفرط بها لا راح في الدنيا لا سلام من الناس ولا نجا من الموت ستؤذى ستؤذى ستموت ستموت ستتعب ستتعب هكذا الدنيا من هذه القواعد الثلاث لابد أن أنطلق بحلقة اليوم سيدي وسيدتي اسمعوا أنا على يقين تام أن الناس متحبين وأنا على يقين تام أن الناس تفتري وتكذب وأنا على يقين بعض للأمانة بعض الناس تفتري وتكذب وأنا على يقين تام أن بعض الناس يقتات بكذبه وأنا على يقين تام أن الضحية دائما أناس مظلومين حينما أبحر في القرآن الكريم فأرى أن مريم التي اصطفاها الله وأنبتها نباتا حسنا وقال قومه عنها أنها زانية حينما أبحر بكلام الناس أو أبحر بكلام الله حينما أصل لعائشة زوجة محمد قالوا عنها زانية حينما أصل إخوة يوسف ماذا فعلوا بيوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب أعلم علم اليقين أن الحياة متعبة ذكر الله مريم مع قومها وعائشة مع قومها ويوسف مع إخوته وذكر أيضا زليخ مع صديقاتها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا حينما أبحر في السيرة النبوية ويخبرني محمد عليه الصلاة والسلام عن موسى الذي نجى قومه من فرعون وفلق البحر أمام عينيه وأمام قومه الذي الله عز وجل أنزل عليهم المن والسلوى جريمته أنه كان يستحم لوحده قالوا به عيب خلقه حتى قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا سيدي لن تسلم لن تسلم مهما كان السهم ومن أطلق السهم قريبا أو بعيدا لن تسلم السهم يبقى سهم سواء الذي أطلق السهم قريب حبيب صديق عدو يبقى سهم يؤذيني لكن ليس الأذى ليس الأذى الذي يصيب الجسد أو الحياة الجسدية أو المعنوية كمن يطلق السهم إن كان من أعزي وأصدق الناس لي يا سيدي اسمعها مني وإليك التالي إذا استوطنت السهم في قلبك اتبع النصائح التالية أرجوك اليوم أعطني سمعك وقلبك وأبحر معي فأنا اليوم سأتكلم من صميم قلبي ومن سويداء قلبي لأنه لا أحد يسلم من الناس الكل يدعي وصاله بالدين والدين منه براء الكل يدعي نصرة الدين والدين منهم براء هدمت أوطان باسم الرب وحرقت أوطان باسم الرب قتل الناس باسم الرب والله منهم بري فإذا كانت التهم ألسقوها بالله ألن يلسق تهما بك فيا سيدي إليك النصائح التالية إذا استوطنت السهام بقلبك اتبع الإرشادات التالية أولا ضع آراء الناس تحت قدمك يا سيدي اجعل كلام الناس غبار لا تثر حتى تبقى ترى إن أثرت غبار الناس إلى قمة رأسك ستفقد الرؤية اجعل المادح والذام عندك سيان سواء من شتمك كمن مدحك من كفرك كمن أثبت إيمانك من قدح في عرضك كمن نقى عرضك اجعلهم سواء تحيا ملكا إذا استوى عندك المادح والذام فأنت سيد الموقف إذا استوى عندك إذا استوى عندك الدرع مع السهم فأنت سيد الموقف إذا استوى عندك العدو مع الصديق في كلامهم فأنت سيد الموقف لهذا إياك أن تكترث بالناس عش ملكا الناس منذ أن خلق آدم وهي تتكلم لن تصمت لأجلك فاجعل كلاما الناس فاجعلهم يتكلمون اجعلهم يبحرون في الكلام لكن كن أنت الشراء متما شئت أنزلت فوقفت السفينة في عرض البحر يا سيد الناس لا تنتبه للكلام إلا إذا رددت على الكلام تألق وارتفع واسمك السحاب مهما شتمنا السحاب سيبقى المطر يغدقنا وظله ينعمنا كن سحابا النصيحة الثانية سيدي اعلم أن الناس أن الناس ما تنتقصه بك تعاني منه أغلب من ادعى الفضيلة يفقد الفضيلة ومن هاجمك للدين يفقد هو الدين ومن هاجمك ومن هاجمك لرأي يفقد عقله فدائما اجعل من يشتمك اعلم أنه فاقد الشيء الذي شتمك به هذه قاعدة فالشاتم فمن يملك شيئا لا يعبر عن سوء أدبه ولا سوء خلقه سأضرب لك مثال أنا دخلت للمستشفى وجدت مريض يضرب طبيب أتفق أنا وأنت أن هذه قلة أدب لكن لو وجدت مريض طبيب يمسك إبرة إبرة وطبيب والمريض يضرب بالطبيب تعذر المريض أم لا؟ أعذر أقول ألم خائف لكن لو رأيت طبيب يمسك إبرة ويضرب المريض هل تعذر؟ لا أعذر فيا سيدي الناس تعذر الحمقة لكن لا تعذر العقلاء فكن عاقلا ارتقي كن عاقلا اجعلهم يشتمون الناس تعذر الحمقة لكن أنت لو أخطأت فالعين عليك فأنت أصبحت وأنت سيان إذا أنت شتمت وهو شتم لن أفرق من الحليم لن أفرق بينكم من الكريم لن أفرق بينكم من صاحب الخلق فارتقي حتى تصل للسماء السابعة ارتقي فإياك ثم إياك أن تصل مرحلة أن لا يفرق الناس بينك وبين سيء الأخلاق بينك وبين رجل سيء اللسان والكلام بذيء الكلام إياك فدائما ارتقي هذه النصيحة الثانية النصيحة الثالثة سيدي كلام الناس لن ينقص رغيف الخبز من منزلك هو لن يزد رغيف الخبز مدح الناس لك لن يزد في رزقك وذمهم لن ينقص من رزقك أخبرك قالوا عن نبي صلى الله عليه وسلم كاذب مجنون ساحر رجع وأخذ مكة اشهد ما هو أهل مكة فأخذ والسلطن مكة أخبرك أيضا أخبرك ماذا فعلوا بموسى خرج خائفا يترقب وخرج من فرعون خشية بطش فرعون رجع وملك مصر ومن فيها ملك مصر ومن فيها يا سيدي يا سيدي خذها قاعدة أن كلام الناس ليست أرزاق هي أرزاق لك في الآخرة الكلمة التي تؤذيك في الدنيا هي التي سترفعك في الآخرة الكلمة التي تؤذيك في الدنيا هي التي ترفعك عند الله في الآخرة إن صبرت فلا تظن أن مدح الناس يسلب الرزق وأن مدح الناس يأتي بالرزق وأن ذنبهم يسلب الرزق لو كانت الأرزاق بالكلام لو كانت الأرزاق بالكلام لكان أغنى الناس الثرثارون أهل الثرثرة لكان أغنى الناس أولئك الذين ينطقون صباحا ومساء الله لا يجعل رزقه بالكلمات بل بالسعي فيا سيدي من ينطقصك اليوم سيبقى رغيف خبز بيدي ومن يذمك اليوم رغيف خبز بيدي ومن يمدحك لا أريد خبزك فالأرزاق بيد الله وفي السماء رزقكم وما توعدون النصيحة الرابعة ذنب الناس لك لن ينقص ثانية من أجلك وحب الناس لك لن يزد في عمرك كره الناس كره كفار مكة محمد صلى الله عليه وسلم فمات في أجله الذي وقته الله له أعداء نوح أغرقوا وبقي نوح فلبث فيهم ألف سنة نوح إلا خمسين عامة نوح أعداء لوط عليه السلام بقيه وحي وخسفهم وبهم وبدارهم الأرض فإياك أن تظن أن كره الناس يسلب لك جزء ولو جزء بثانية أو جزء من الثانية في حياتك ولن يزد أبدا ثانية لحياتك فإذا كان كلام الناس لا يزد رزقي ولا يأخذ رزقي ولا يزد عمري ولا يأخذ من عمري لماذا أحمل هم الناس لماذا أحمل هم كلام الناس إذن أنت يا سيدي من تعاني لا هم أنت تعاني ثم النصيحة السادسة يوجد مثل بريطاني يعجبني جدا ووضعت قاعدة في حياتي وأول مرة أذكر أني قرأت هذا المثل في عام 2008 أو 2009 كان المثل كأنه دخل في سويداء قلبي احفظ وإن استطعت أن تكتب اكتب يقول المثل نار عدوك في صدره لا تنقلها لصدرك نار عدوك في صدره لا تنقلها لصدرك بمعنى إذا أنا فلان يكرهني ورآني قلبه ماذا يصبح يشتعل لا إياك أم تعطيه مبرر لينفجر بك ابتسم بمعنى آخر أنا مررت الآن بجوى الرجل قلت السلام عليكم لم يرد علي السلام لا تقول لماذا لم ترد أعلم أنه محترق لدرجة أنه لا يريد أن يمنحني السلام من قبله فهو يشتعل من الداخل لكن أنا مطمئن فقلت له السلام عليكم قلت له السلام عليكم أنا المطمئن سلام عليكم نظر إليه بعلو ومشى أعلم أنه يحترق وأنا من داخلي مطمئن فإياك أن تمنحه أي سبب ليفجر غضبه بوجهك فيا سيدي اجعل نهر عدوك في صدره لا تنقلها لصدرك لا تنقلها لصدرك النصيح السابع لستوطنة السهام قلبك يا سيدي صاحب من شئت صاحب من شئت لكن إياك أن تترك المعوى من يدك صاحب من شئت صاحب كل الناس اجعل معارفك تكثر تكثر لكن اجعل أقرب الناس إليك قلة ولو رجل لكن لا تترك المعوى بيدك أعجبني مثل بريطاني يقول صاحب الذئب لكن اجعل لا تترك المعوى وصاحب الذئب لكن لا أترك المعوى فيا سيدي صاحب لكن كن حذرا بكلماتك بتصرفاتك لا تكن بسيطا بعض الناس بساطتك هذه سهام لقتلك احذر كن لماحا النصيحة الثامنة إياك أن تخشى من هو أعلى منك سواء منصبا منصبا إدارة مديرا أي شيء مالا احذر أن تخشى لا اخشى من عقول الناس العقلاء اخشى من العاقل لا تخشى من الجاهل لكن بمعنى آخر يعجبني أيضا مثل يقول الذئب ليس أقوى من الأسد والنمر صح شباب الذئب ليس أقوى أو ليس بأقوى من النمر أو الأسد لكنه يأبى الذئب أن يكون مهرجا في السرك يأبى الذئب أن يكون مهرجا في السرك ترى الأسد يلعب في السرك مهرجا ترى النمر يلعب مهرجا لكن استحالا ترى ذئبا رغم أنه أقل قوة فالكرامة غير مرتبطة بالقوة الكرامة تكون مع الضعيف مع المريض مع الصحيح مع السقيم فمن كرامتي يا سيدي أن أترفع عن كل ما يسيء لها من أعدائي هل تعلم أعظم سلاح للعدو أن تهدر كرامتك بين يدي أعظم سلاح للعدو أن تهدر كرامتك بين يدي لهذا تمسك بالكرامة لا يعني فلان أقوى منك أنه أعلى منك كرامة لا يعني فلان أغنى منك أنه أعلى منك كرامة فربما أنت الأضعف لكن كرامتك تزن وزن الجبال فيا سيدي إذا استوطنت السهام قلبك إياك إياك أن تهدر كرامتك لترضي الناس احذر كن ذئبا حتى لو أهانك أسد أو نمر كن ذئبا لا أرضى أن أكون مهرجا إياك أن تهدر هذه الكرامة لإرضاء الناس والله الذي لا إله إلا هو لن تعطي الناس بقدر ما أعطى الله للناس اسمع لن تعطي الناس بقدر ما أعطى الله للناس ولم يرضوا عن الله فرضى الناس غاية لا تدرك ولا تطلب فلا تكن جاهلا النصيحة التاسعة سأخبرك يا سيدي لما أنام وضع رأسي على الوسادة وأدخل في غيبوبة النوم ولذة النوم أنسى كل العالم المحيط به نمت مهموما ستنسى نمت سعيدا ستنسى نمت جائعا مريضا خائفا ستنسى مجرد أن تنتقل للعالم الآخر ستنسى كل المشاكل التي تحيط بك مع الناس كن نائما كن نائما لا تنسى أن النوم نصر من الله فيا سيدي عش يقضى نائما بين الناس أصحاب الكهف نصرهم الله بالنوم أصحاب الكهف نصرهم الله بالنوم لم يعطهم سلاح لم ينزل شهب من السماء لم يززل الأرض لم يفجر البرك لم يرسل لهم الدم والجرادة والضفضع والقم أبدا ولم يأتهم آية من آياته بل فضربنا على آذانهم في الكهف ناموا نصرهم الله ذهب أعداؤهم للقبور وعاشهم أحياء وانتصروا فيا سيدي إذا أردت أن تطبق صورة الكهف في حياتك كن نائم نام بين الحياء لا أرى لا أسمع لا أتكلم إن أتكلم عن قناعة وإن سمعت فبإرادة وإن رأيت بما أريد عش نائما يقضا عشك أصحاب الكهف بين الناس هنا فعلا يسلم صدرك من الناس النصيحة العاشرة سيدي كل الناس تستغل عداءها بأمر يجمع عليه الناس وإن كان عدوك يحمل أمرا شخصيا أنا أكرهك أكرهك لا أطيقك لكن سأستخدم الدين ضدك أنا أكره فلان شخصيا لكن هو عدو لله فيجمع الناس لك أنا أكره فلانا شخصيا لكن سأتهمها بشرفها لأن كل النساء تجمع على أن هذا الأمر قذر أنا أكرهك شخصيا أمر بيني وبينك لكن سأطعن في عرضك حتى يجمع الناس معي أنا أكرهك شخصيا لكن سأقول أنت خائن وأنك صاحب أجندة لماذا؟ حتى يجمع الناس فيا سيدي لا تظن عدوك لن يفتر عليك لا تظن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم افتروا عليه كاهن كذاب ساحر أعداء نحى افتروا عليه عليه السلام أعداء لوط افتروا عليه أعداء هود افتروا عليه أعداء كل الأنبياء افتروا عليه لا تظن أن العدو شريف لا تظن أن العدو صادق مصيبتك إن ظننت أن العدو سيعاملك بشرف إياك أن تظن أن العدو سيعاملك بشرف سيلسق بك ألف وألف 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 تهمة ليبرن للناس أن عداوتي مبررة لن يقول للناس أنا حاسد لن يقول للناس لماذا هو وأنا لا لن يقول للناس لماذا أوسع الله عليه وأنا لا لن يقول للناس لماذا هو أذكى مني وأنا لا لن يقول للناس لماذا هو صاحب كذا وأنا لا لن يقول سيقول هو كذا فإياك أن تظن أن العدو سيعاملك بشرف فمن الغباء أن تظن أن خصمك سيعاملك بشرف سيفتري فوسع صدرك لكل افتراء كلما افتره عليك تذكر نبيك صلى الله عليه وسلم الله يؤيده ساحر الله معه كاهن الله معه كاذب مريم أنبت نباتا حسنة زانية واصطفاك على نساء العالمين زانية عائشة طهرها الله بسورة النور قالوا عنها زانية فإياك أن تظن أن عدوك لن يفتري ولن يكذب عليك تكون أنت السادج النصيحة الحادي يا عشر اسمع لا تسمع إياك أن تنصط دائما اجعل هذه الأذن لا تسمع وهذا اللسان لا ينطق بمعنى ما يصلك إياك أن تبادر بردة الفعل بل اجعل الخلق الذي يصدر منك حج لك لا عليك يشتمك غفر الله له قال عنك كذا معذور ربما وصل له كلام قالوا عنك أنك كذا وكذا الله سامحه قالوا عنك أنك كذا ولص ومحتال غفر الله لهم وصلهم فقالوا ما وصلهم دائما اجعل الخلق يدافع عنك الله لم يدافع النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل ساعقة من السماء أو أن هز الأرض بل دافع عن نبيه ومدح نبيه بالخلق وإنك لعلى خلق عظيم ولكنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك فجعل الله عز وجل سلاح محمد صلى الله عليه وسلم الخلق فصدقه الناس وإيده الناس لأنه قال هذه أخلاق رجل لا تكرر هذا الوجه ليس بوجه كذاب وإنك لعلى خلق عظيم فلما رأى الناس أخلاقه صدقوا كلامه إذا أردت الناس أن يصدقوا دفاعك عن نفسك فاجعلهم يرون أخلاق نبيك بك هنا الناس حجة الخلق أقوى من الكلام بمعنى قال الله للمؤمنين قال الله وإذا مروا باللغو مروا كرامة وقال الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة ماذا قال بعدها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة لم يذكر الله عز وجل هنا ردت الفعل بالسلاح ولا بالشتم ولا بالقذ بل جعل الله أقوى رد فعل سلام حسن الخلق فيسيد حسن الأخلاق أقوى من أي كلام في الدفاع عنك أقوى من أي كلام في الصد عنك أريهم من أخلاق نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بحسن الخلق وهم أهل نفاق وعامل أهل الذمة بحسن الخلق وعامل أصحابه بحسن الخلق لم تختلف أخلاق النبي مع من يتعامل إلا في الحقوق في الحقوق صاحب حق تأخذه ظالم تضرب على يدك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير خلقه مع أصحاب الأديان والملل مع العدو والقريب مع الزوجة والصحابي ما اختلفت فيا سيدي اجعل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع صديقك كما هي مع عدوك الأخلاق تنصفك وتنصرك وتؤيدك وتدافع عنك وإنك لعلى خلق عظيم فإذا استوضنت السهام قلبك ترفع بأخلاقك وإياك أن تنزل للقاع يا سيدي أذكر مرة أني حضرت برنامج لنشنلان جيوغرافيك عن حلقة بعنوان الكلاب الكلاب المفترسة تلك الكلاب التي تمشي أعزكم الله بقطيع عشر عشرين كلب كان هؤلاء الكلاب يطاردون غزالا وكنت منسجم مع تعليق نشنلان جيوغرافيك دخل الغزال في بحيرة ماء كل الكلاب وقفت حول البحيرة لم تدخل البحيرة حتى الضباع دخلت بالأمر وموجودة نشنلان جيوغرافيك الذي قتل الغزال أنه خرج من بيئته من بيئته وذهب لبيئتهم فقتل لو بقي في البحيرة لن يستطيع أحد من كلاب الشرسة أن يقتل لكن هو سلمهم لنفسه يا سيدي أيضا التمساح سريع جدا في بحيرته جدا لا أحد يقو عليه لكن لو خرج لليابسة بطيء جدا الطفل يسبق فكل إنسان كل مخلوق قوي في بيئته كل مخلوق قوي في بيئته السقر سريع جدا في السماء لكن جعله يمشي على الأرض جعله يمشي على الأرض لن تستطيع لن يستطيع سيقفز قفزا أيضا الله عز وجل جعل كل مخلوق قوي في بيئته سمك القرش قوي في البحر أخرجه لليابسة طفل يقتل التمسيح قوي في بيئته أخرجها لليابسة كل إنسان قوي في بيئته السقر السقر قوي في بيئته في السماء لكن اجعله يتنافس مع حيوان مائي انظر من سيغلب أصحاب الأخلاق الدنيئة بيئتهم الخلق الدنيئ إياك أن تنزل لهم إياك أن تنزل لمستنقعهم سيهزمونك دائما ترفع اجعلهم يصعدون إليك أنت حجتك الكلام والمنطق وحسن العبارة فإذا نزلت لمستواهم مستنقعهم سيهزمونك ابقى ترفع هم يصعدون إليك أنت لا تنزل لهم ليس خطاب علو وتكبر لا لكن خطاب عقل الإنسان قوي في بيئته إن كانت بيئتك قوية في الكلام والمنطق والحجة اسحبهم للمنطق والكلام والحجة إذا كان إذا كانت بيئتك بالسب والشد فأنت معهم لكن إذا كنت أنت بالمنطق والحجة وهم بيئتهم السب والشدم والقذ إياك احذر متى ما نزلت إلى بيئتهم ستهزم لا تنزل أرضا غير أرضك احذر فيا سيدي تألق وارتفع واسمه فمهما السيام استوطنت قلبك لا أحد يداوي جراحك إلا أنت لا أحد يداوي كالجسد الجسد إن خدشت فإن الكريات الدم البيضاء تقاوم وتحارب وتنصر نفسها وترمم الجراح الجراح النفسية التي في صدرك هي التي تداوي بإقناعك لنفسك بإقناعك أنك في الدنيا بإقناع نفسك لذاتك أن هذه الدنيا ولا بد أن أصبر كما أن الكريات الدم البيضاء تدافع عن جلدك وأعضائك وغيره وتحارب اجعل عقلك يحارب النفسية إن تعبت واسم بها لعنان المجد يا سيدي فيا سيدي هذه النصائح أهديها بين يديك حتى ترتقي لا لتسقط حتى ترتفع لسماء الخلق لا لتسقط في مستنقعات سوء الخلق حتى تسمو بعقلك ومجدك وبأخلاقك لا أن تنزل لمستوى فاقدي الأخلاق فيا سيدي كلما ارتقيت كلما نظرت العيون إليك فلا تظن أنك كلما ترتفع درجة أن تكون بلا ضريبة يا سيدي القمم ذنبها أنها ارتفعت فالكل يراها وتصبح معلم القمم ذنبها أنها ارتفعت فالكل يراها فتصبح معلم هل تذكر قمة جبل عندما تصل لقمة جبل كذا خذ يمينك القرية خلف الجبل كذا أصبحت معلم ذنبها أنها ارتفعت فيا سيدي لا تظن أنك ستعلو للسماء ولن ينظر إليك أهل الأرض لا إذا أردت أن تسالم من يلمس الأرض ابقى معهم واجعل عنق هذه بمستوى أعناقهم حتى لا ينظر إليك أحد أما إذا أردت المجد ثم تطالب الناس أن يصمطوا ولا يتحاسدون ولا يشتمون ولا يتكلمون فأنت لا تعلم ما هي الناس من أراد المجد فليتحمل ضرائب المجد ومن أراد العلو فليتحمل ضريبة العلو فيا سيدي الدنيا ليست للأتقى بل الدنيا للأقوى إن كان صبورا مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان